دكتور نيت هنا أضطر أن أتدخل أو تخشون من الذهاب إلى هذا الأمر هنا أضطر أن أتدخل هناك مثلا جمهور صدري يمثل الصدر هناك جمهور إطاري يمثل الإطار شوان أنت تريد تقصي كل هذا الجمهور أيضا وشوف أنت بهذه الحالة تروح تأخذ هذا الخطاب وترفع هذا الخطاب وأنا أعرف ليش الأخوان القادة في تشريد يروحون إلى هذا الخطاب وأقول لهم يجب أن تفهموا الجماهير بأن هذا الخطاب صحيح يقول لك عفية الجمهور والمواطن التشرين يقول لك إيه صح بس هذا خطاب الثورة لا ينفع في العملية السياسية إذا تريد أبقى ثوري إذا تريد أبقى حاول دائما أن تأخذ قنوات الاحتجاج وليست قنوات الأحزاب من تنتقل أنت من قناة الثورة إلى قناة الحزب اختلف الخطاب لا يمكن إقصاء الآخرين في العملية السياسية لا يمكن إقصاء الآخرين هذه وحدة أستاذ نجم نعم يعني ممكن أكمل إذا أخاف عندك شيء موضوع مهم يعني أكون نقطة ثانية مهمة جدا كمل هو أتحدث عنها كمل أثنياً أنت اليوم عندك جمهور مهم جمهور مرعب جمهور واقف سد يعني سد تقريباً حصين في خلخلة وزعزعة المشهد السياسي اللي أنت ضده وبنفس الوقت يحمل شعار التغيير وبنفس الوقت هدىك مشتركات كبيرة بينك وبينه ما المانع اليوم أن تدخل في محادثات ما أقول توافقات يا أخوان العمل السياسي ما أبني على المحادثات أن تدخل في لو كانت هناك مثلاً مثل ما تقول أنت يعني يعني ردود أفعال سابقة أو أشياء سابقة ادخل ليكم أنت دائماً خليناً اتخافون أو تخشون من الذهاب إلى هذا الأمر هنا أنا أضطر أن أتدخل أنت تدعو أنت تدعو على أن تدخل معه في محادثات هي القوى السياسية بعضها البعض اللي باقت سوى واللي نهبت سوى واللي حكمت سوى لا تمتلك القدرة على أن تتفاهم مع بعضها البعض أنت الذي تصنف معارض كيف يتقبل منك خطاباً وهو قد صنفك عدواً هو قد قتلك هو قد سجنك هو قد غيبك هو قد اتهمك بأغلظ الألفاظ حليال هاي المعادلة أنا حلق يا أستاذ نجيب أحلم إن كان التيار الصدري بالعملية السياسية كنا نحدث يعني بنقد كابل وفي برنامج كنتحدثنا عدة مرات لكن اليوم من خرج السيد الصدر من العملية السياسية ورفع شعار التغيير لا ضير أن ندخل معه بمحادثات اليوم يعني الجمهور الصدري أساني ما أقول رح ندخل بتوافقات بس غير العمل السياسي مبني على أسس غير مبني على أنه من كان أكو يقول عدو عدوي صديقي صح لو مصحيح بالعمل السياسي لا يمكن أن نقفز على المشركات ويجب أن نستثمر كل فرصة أجابك على هذا السؤال السيد الغرابي كان قد أجابك على هذا السؤال قال لك كنا شركاء قال إحنا جربنا قال جربنا لكن اليوم اليوم الواقع يختلف أستاذ نجم اليوم أكو واقع مختلف تماما عن الذي جربوه